انطلاق الثاني اشواطنا في هذا الصباح والكلمة سوف تتواصل من بعد الى الزملاء واخواني المعلقين بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين العزاء متابعين الكرام اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام الثامن عشر من شهر يبريل لعام الفين وخمسة عشر للميلاد انطلاقت المهرجان السنوي الختامي الكبير لسبقات الهجن العربية الاصيلة هنا في عاصمة الميادين بميدان الوثبة مشاهدين العزاء متابعين الكرام ياتي ثاني اشواطي هذا اليوم خلال عشرين شوطن التي رصدت في الفترة الصباحية وايضا كما نذكر بانطلاقة المساء وانطلاقة الفترة المسائية بمشيئة الله وتوفيقها سوف تكون بتمام الساعة الثانية والنص من بعد ظهر هذا اليوم ايضا كما نشكر مؤسسة هجن الرياسة على الدعم الكبير والتسعيرة التاسعة التي تاتي مرافقة لهذا المهرجان هنا عبر قناة ياسا الرياضية اذا هنا ناتي مع ياسا ومع كل الناس ننطلق مع شوط القعدان الاربع كيلو مترات هي المسافة المقررة ايضا لسن الحقائق والتي رصد لها ثمانون شوطن في هذا المهرجان مباشرة السيري الى هملول فلاح بن فهد بن فهد الهاجرياتي شعار بن طحنون على المركز الاول بينما انتقل مباشرة الى مشهور مبخوت بن حمد بن عود العامري بينما المركز الثالث احياب الصغير بن محمد بن سيف المنصوري اللي وصل على المركز الثالث المركز الرابع مسعف سعيد بن ناصر الدرعي وصل في هذه اللحظات على رابع المراكز نقلتنا الى المركز الخامس هنا ايضا كما تشاهدون عبر قناة ياس الرياضية ياتي ايضا شعار اليبهوني ويتجول بطيارة اليبهوني هنا مع ايضا هالتانياتي محمد بن علي بسهيل اليبهوني ولكن الدخول الدخول من الشعار القادم بدأت الشعارات هنا وبدأت الاسماء شاهين عبد الله بن عمي بن عمبر بالذويب العامري وهناك شعار سان بسهيل بالشرج يصل مع زعفران في هذه اللحظات مجهدينة العزاء متابعين الكرام بدأنا ندخل الغلاف الجوي للكيلومتر الاخير بدأ الرقص مع النجوم بدأ الرقص مع الحقائق الله 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 بن طحنون ما زال على الصدارة الأولى على مقدمة هذا الشعار على الانطلاق الأول يقدم هملول فلاح بن فهد بن فهيد بن طحنون الهاجري ينطلق على صدارة الشعار ولكن الدرعي القادم من القوى القادم من القوى وصلنا منطقة الأعلام وصلنا منطقة الأعلام الخليجية الله 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 الوثبة الله الوثبة على هذا الأداء الرائع والنجومية الكبيرة في التنظيم التي يشار إليها بالبنان بالفعل وصول أحياب وصل أحياب الصغير بن محمد بن سيف المنصوري والوصول هنا من شاهيد عبدالله بن عمبر بذويب العامر اللي واصل هنا مشاهدين العزاء متابعين الكلام ولكن قناة ياس أيضا منتشرة بعدساتها الرائعة والتي طلقت هنا أحياب يحمل الرقم واحد ينطلق في المركز الأول الصغير بن محمد بن سيف المنصوري يأتي هنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام ليذهب بالسلامات إلى هالي مدينة زايد تهانين والناموس على هذا الفوز والانتصار لحظات الوصول مشاهدين العزاء متابعين الكرام مع خط النهاية مندفع دفاع راية وجميل يسجل أولي أشواط الجعدان هنا مشاهدين العزاء متابعين الكرام المركز الثاني وصل مسعب سعيد بن بن ناصر بن أحمد الدرعي المركز الثالث هملول لفلح بن فهد بن طحنون الهاجر المركز الرابع وصول أيضا اللي هو شاهين عبدالله بن عمبر بذويب العامر المركز الخامس هنا دخول مضبيان رياض بن عبدالله بن سالم الخلبان القحطاني هكذا النتيجة مشاهدين العزاء متابعين الكرام هكذا الأشواط هكذا الانطلاق وإذن العودة إلى التوقيت الزمني والمخرج وسام الهواري مشاهدين العزاء متابعين الكرام ست دقائق ثانية واحدة زلازة اجزاء من الثانية أحياب الصغير بن محمد السيف المصوري تهنين ونموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني مشاهدين العزاء متابعين الكرام هنا أيضا ست دقائق أربع ثواني زلازة اجزاء من الثانية مسعف سعيد بن ناصر بن أحمد الدرعي من حلها في المركز الثاني بينما المركز الثالث وصول رائع وجميل من هملول فلاح بن فهد بن فهد بن طحنون الهاجري ست دقائق خمس ثواني واحدة زلازة اجزاء من الثانية مشاهدين العزاء متابعين الكرام